اشتركوا في القناة كل شيء يدور قليل الأدب اللي يسجل هو قليل الأدب لكن النفس ما فيها شيء يعني أنا وانتي اشتغلنا لوكيشينات كثيرة وشفنا الحوارات اللي تدور في الوكيشينات وناسة عصب ودقول وحتى أنا شرهت حزتها على أختنا الكبيرة والعزيزة والغالية حياة الفهد أن يا جماعة أنتوا داخل لوكيشينات لما تهوا شون تقولون العبارات بس إحنا ما نسجل ولا ننشر إذا واحد سجل حق طارق ونشر نعيب اللي سجل ونشر مو نعيب على طارق لأن طارق يمكن بلحظة عصبية بلحظة غيرها بس يبقى بيننا وبين بعض إحنا كوسط إعلامي هذي السوال إذا أعلنت يعني فيما معناه اللي بوصل لشي إذا طلع طارق على تلفزيون رسمي وقال هالكلام هني نعاتبه كله بونا هني يسجل نعاتبه كله بونا ونتخذ بنا موقف لكن قاعد كيفه في غرفة مغلقة منه اللي سجل منه اللي نشر هذا المجرم اللي اختص خصوصيتك لا أنا ولا أنت محميين في لحظة أن نشتم نسب نقول أي شي في حياتنا العادية في اجتماعاتنا فأنا لو الشباب هني بس يسجلون كمية السب اللي أسبها لما خلص الحلقة كان أنا الحين أردوح بس نرجع ثاني يوم ونسلم على بعض ونضحك ونخلص العمل في الضحك ضغط العمل الفني ضغط الحياة الفنية أنا بعيني شفت شي تايم بينهم بين بعض اللوكيشينات أنا كنت استغرب لها وبعد شوي يسلمون على بعض ويحبون بعض ما فيهم شي لأنه ترى هدول الفنانين مو أنا وأنتي هدول يسلخ شخصيته ويدخل شخصية ثانية يسلخ شخصيته ويدخل شخصية ثانية لو بس تفكرين فيهم حياته كلها عايشة يدخل من شخصية ودل شخصية فهو يوصل المرحلة ما يدري هو أي واحد فيهم درم والله العظيم أنا مرة قلتها